نفاق تعالوا نشوف اللي بعد كده لان اللي بعد كده ايضا مهم اتفاض ايضا مجلس حسن حمدي والخطيب ايو طعم عمود الخطيب انا معرفش مبود انا اضمطش الاهل وروما اتعاد في قطر اقول لي اللي عمل قناة الخطيب وحسن حمدي اللي ممنوع اسم الخطيب يذكر فيها طبعا اه فوق اللي مأسسينه عملنا من سنة 2008 بعقد رائع المسك بتدفع 8 مليون جنيه صاف للاهلي وبتتحمل تكاليف كل المادة الانتاجية والرواتب العاملين والموظفين اللي موجودين فيها كله واستبر هذا الامر الى ان جاء مجلس المهندس محمود طهر بسكل شيء كوي ومحترف قد تكون هناك تعسرات حسن بالنسبة لشركة ميسكو تأخرت في دفع بعد المستحقات وهل يعني هذا التعسر ان انا اوه منع وجب مجلس اوض ومجلس دارة من النادي الاهلي يروح ياخد ناس واقتحم القناة الاهلي ويطرد الناس اللي فيها ويستويه على الاستوديوهات حاجة غريبة جدا طبعا انت دير بالقانون وحافظ على حال النادي الاهلي عمر النادي الاهلي ما كان فيه منظر ده عمر النادي الاهلي قالك لانه يومين وهتسودوا الشاشة وازاي شاشة النادي الاهلي يتميت اسود حاجة غريبة جدا لا انا بسألك هم ردهم بيقول لك كده انه كان 14 ساعة وهتسود الشاشة واشنعزين يسود الشاشة سبحان الله هم هم اللي كان في التوقيت دو بيقولوا الكلام اللي حقوله لحضراتكو بالزبط الكلام اللي حقوله ده ركزوا معايا فيه جدا جدا كانوا بيقولوا ايه يا مجلس اتحرك الشاشة هتتسود العمار هتتسرح الغلابة هم هم فالنهار ده ما تتسود عادي بس الفلوس طيب انا اتشرف بقالي اكتر من خمس سنين او اربع سنين في قناة النادي الاهلي من قبل ما يجي المهندس محمود طهر انا كنت موجود تحت قيادة الكابتن حسن حمدي في شاشة النادي الاهلي وانا مرت بالظروف دي كلها واعلم كل صغيرة وكبيرة لان فيا مخ فكر وفيا عين شوف وفيا امور كتير جدا اعرف قيم الامور يشهد الله على كل جملة هقولها دلوقتي هتحسب عليها ولان ربنا هو اللي بيحاسب مش الاشخاص لما جد قناة النادي الاهلي وحصل انتخاب من الجامعة العمومية المهندس محمود طهر وقيمته وخلاص بقى الراجل مسئول من اول ما مسك القناة دخل بسم الله الرحمن الرحيم شركة ميسك كان عليها 14 مليون جنيه مش عايزين يدفعوهم شركة ميسك كان ليها عليها تدفع للنادي الاهلي بالعقود القديمة 14 مليون جنيه فكان احساس عند مجلس دارة القناة دي مش معاهم وكل شوية كلام عن موظفين هتمشي وكلام عن موظفين الاسبوع ده قناة مش هتقعد شهر وهتبتدي تقفل انا انا قلت لحضراتكو كل جملة انا مسئول عنها وكواليس ما ينفعش ده مش وقتها لكن انا دوري اوضح على السيناريو المعمول لازم حضراتكو تبقوا عين من السيناريو لاحة استرشادية قناة مسك اخسارة 34 مليون جنيه مش عارف قديدس الحق المباني دي ما تعملش فيها حاجة لا ما عملوش لعب اطفال لا ما تعملش الجم لا ما تعملش الاهلي حيتباع ده من دمن السيناريو نازم يتستخدم الاستاذ اللي كان بيتكلم كان رئيس تحرير برنامج ملك وكتابة اللي كان بيدافع عن النادي الاهلي اللي كان بيدافع عن النادي الاهلي اللي كان بيدافع عن النادي الاهلي اللي كان مفيش مخلوق في مصر يقدر يتكلم على النادي الاهلي وكان مدرسة محترمة بنتفرج عليه مجرد ما بقاش موجود هجوم شرس انا مش مصدق ليه ومش ادرى اصدق نفسي ادي ده واحد رقم اتنين للمرة التانية والتالتة بحكي الموضوع من تاني ابتدوا يتحركوا مع وزارة الاستثمار اللي هي شركة ميسك ابتدوا يتحركوا مع الناس في المدينة المسؤولين ابتدوا يتحركوا لقفل مكتبة النادي الاهلي اللي فيها حاجات اكتر ارشيف الاهلي تاريخ الاهلي واخدين كل حاجة كواليس وذكريات مباراة قديمة بيقفلوا عليها ولو تبلكت القناة هتبقى مشكلة عارفين الحاجة اللي حصلت ساعتها ايه عملوا وقالوا للموظفين مجلس دارة النادي الاهلي هيمشيكوا فانا اهلاوي قاعد واست مجموعة كبيرة كتزم الكوية وما تقلش الاهلي مختارك هي دي الحقيقة كنت قاعد واست مجموعة بس مش من حق اتدخل انا من حق امشي احافظ على كرسي مجلس الادارة وقمته وكان بيتقلنا كده لما الاهلي يدخل في مشكلة لازم تبقى واقف حق اتصد مشكلة النادي الاهلي وفي الحق وللامانة الاهلي عمره ما بيدخل غير في حقه مع كل المجالس بتطلعهم مال تزعل ماشوا ستين بالفعل فنقل ستين تانين منهم ناس كتير جدا وتعمل فكرة مش عايف ايليك شهر شهرين قصة كده وبتدوا جيبوا محامي يقعد مع الناس البعض رفض وبتدوا ماشوا في خطوات اللي القاناة الاهلي مبقاش لي قاناة دلوقتي جاي تقولي القاناة تقفل عادي وكنت بتقاتل في مجلس الادارة حق قاناتك شو زوفرينيا المعايير مش موجودة يبقى لي مصلحة المجلس ده يبقى اعظم مجلس في الدنيا المصلحة تروح لا لا الغريبة بقى اللي يجنني انا اللي مجلس اللي المجلس او قاناة ميسك او الناس المسؤولة هناك عملوا حاجتين بالنسبة لي غريبة جدا كان بيتباع شغل للنادي الاهلي البعض وكلات الانباء والورق موجود وجبناه وده مش حق احد غير الاهلي كان بيتباع والاستاذ اللي بتكلم اللي كان مسك ملك وكتابة كانوا رفعين وهجموا مسك واترفع قضية من استاذ برامل مينيسي وستاذ عدل الكيعي على مسك عشان قفلوا البرنامج ومدهمش حقوقهم النهار ده بقى مسك ميلها 34 مليون جنيه المصالح بتتصالح وانا ضميري بيوجعني قوي لما لايه حد بيتكلم وبيقف ضد النادي الاهلي في المواضيع دي ويروج للكلام ده فتتوجع تحس اللي منك بيوجعك اكتر الغريب مش مشكلة تقدر ترد عليه الغريب تقدر ترد عليه وتقدر تاخد حقك تالت متالت لكن اللي يوجعك اللي منك اللي من لحمك ودمك ولون تشيرتك انا قلتلك قبل كده ممكن اديكم حاجات على سبيل المثال عشان نلخص لكم حاجات كتير جدا جا وقتها اللي انا اقولها لكم عارفين مين اول رئيس تحرير في قناة في قناة النادي الاهلي اللي هو بيتقال عليه زمالكاوي الاستاذ اسلام صادق قاعد يوم قاعد ساعة قاعد اسبوع او اشتغل كان موجود الكابتن نادر السيد اللي هو بيعلم طول الوقت اللي هو زمالكاوي كان رئيس شركة النادي الاهلي استاذ مصطفى جمعة راجل محترم وبيعلن اللي هو زمالكاوي لكن اقسم لكم لا مدرسة في الادارة مدرسة في الادارة مدرسة في الادارة لازم ادي له حقه على الشاشة واحد بنظام وعنده سيستم وفي كله انا لازم ادي له حقه لكن هو كان بيقول له زمالكاوي اعتقد او استاذ حمد عز الدين في احد القنوات او القناة اللي هي ضد النادي الاهلي انا بسميها كده طلع وقال كان الاهلي لما يجيب جون الناس بتقوم وطعد قالوا له امتى قالوا له لا من خمس سنين طب ما اتكلمتوش ليه ما قلتوش مخترك ليه ما قلتوش الاهلي متزملك ليه انا مش عايز اعد اكتر من 12 او 16 واحد موجودين وكنت مستغرب اللي يدائي من حاجة او بيعترض على حاجة ما يقعدش ويرفع ايده للناس لكن مش عايز قاعد ومبسوط وفجأة قاعد نظر واجدب على الناس دي حاجة تموتك وحاجة تقهرك وحاجة تيجي وانت قاعد تفكر ما بينك وما بين نفسك تقول للناس كلها ولما انا بقول لكم الحقيقة انا للمرة من اليوم واعوذ بالله من كلمة انا ما قدميش غير الحقيقة اللي هي خير وسيلة للنجاح الحقيقة بتخلي ربنا معاك وتخلي الناس تصدقك اكتر اصل المصدقية دي ما بتتبيناش بين يوم وليلة والصراحة والحق الناس بيوصل لقلبها فتصدقك انا بحكي لكم تاريخ كنت موجود فيه داخل قناة النادي الاهل تيجي النهاردة تكلموني عن ميسك وانت رأي فابعين عليها قضية انه عقل ده يا ناس وانا المفروض اصدق ازاي وانا عاشت جوا ده فاتمنى اللي بقوله يوصل لقلوبك وفكروا فيه وفكروا فيه القضية شغالة مفيش حاجة اسمها تحكم لحد لسه فيها ثلاث شهور والاهل يرفع قضية بمية واربعين مليون جنيه انا بقول لكم هيكسبها لان دي فيها اوراق وتفاصيل قضك من الورق اللي دادك لكن بستغرب واحد يقول لك قيم وما بدأي النادي الاهل مش واحد دول كتير قيم ومرفوع علينا مية واربعة وثلاثين ويقعدوا كده نفخين صدرهم ازا مبسوط وناديك بيحصلوا كده بدل ما تقدم ايدك في ايد اللي موجود تقدم ايدك في ايد اللي موجود وتقول له احنا ايد واحدة ضد اي حد وتوز في الكرسي مش تتباهب اللي الاهلي عليه فلوس مع انه معلهوش مش تتباهب كل يوم كدب عشان اخد الكرسي وهنا مش مقصود اسم عشان ما حدش اولنا الكابتن محمود الخطيب داخل قناة النادي الاهلي واللي بيكلمكم كابتن سابق وكابتن تاريخي داخل النادي الاهلي لا اقبل اللي اي مخلوه يقول جملة على الكابتن محمود الخطيب ايا كان اسمه واعتقد اللي اسم الكابتن محمود الخطيب بتقال هنا بكل خير بكل خير لان انا اعلم قيمة وقامة الكابتن محمود الخطيب فمحدش يقعد ينظر علينا ويقومنا كلام ما بنهوش لان اللي بيشتغل الشغلانة دي قدامه حلين الحق والعدل والحقيقة لازم الناس تعرفها واللي يخاف يقول حاجة لا يصح اللي هو يبقى موجود يتكلم مع الناس لانه ساعتها يبقى مش بيتحمل مسئولية فمن هنا انا حكتلكم قصة مسك وعندي تفاصيل كتير فيها حكتلكم اكتر من مرة لكن هي دي الحقيقة هي دي حقيقة شركة مسك هي دي الحقيقة داخل قناتك كانت حتتساود ما كانتش هيبقى فيه قناة ويترفع قضية ومش عايزين يدفعوا الفلوس اللي عليهم 14 مليون جنيه مدفعوش منهم ولا جنيه عملوا اكتر من 12 قاعدة وهو ممكن اقول لكم الاسماء دلوقتي محمود البط شريف علوبة محمد صبحي المدير المالي واستاذ هديل بنت الشيخ صالح وصلوا من التسعتاشر مليون خلوهم 12 مليون وفي الاخر مش عايزين يدفعوا حاجة برضو تعمل ايه حضرتك يقول لك اكتحموا ولاد النادي الاهلي ما بيكتحموش ولاد النادي الاهلي المحترمين بياخدوا حقوقهم بالقانون اقعدوا تصدقوا الكلام ده تاني ودي نصحت ليكم ما درش اقول لكم غير كده واي حد النهاردة بكرة بعد بكرة بعد شهر يقعد يقعد معايا واناظر اي حد بالاركام اي مخلوق وانا بقول لحضرتكو مرة وتانية وتالتة ومليون ما قدامناش غير الحق تعرفوه وما تصدقوش التسلسل اللي انا قلت لحضرتكو عليه والحمد لله دمير نصافي مريحنا قوي واحنا بنقول الكلام ده تعالوا نشوفه اللي بعد كده فيه اشتركوا في القناة